موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العناوين انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض والحجرف يؤكد بأن الحل وفق المرجعيات والسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن علي الصراري يؤكد بأن ميليشيا الحوثي اختطفت المناظر القحطان بسبب حمله للمشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم انطلقت المشاورات اليمنية اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض بمشاركة المئات من المكونات اليمنية في ظل حضور عربي ودولي وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نائي في الحجرف قال إن المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع ونقل البلاد من الحرب إلى السلم وأوضح الحجرف أن الحل السلمي وفقا للمرجعيات الثلاث هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن وأكد بأن الحل يمني وبأيد اليمنيين وشدد الحجرف على ضرورة نجاح المشاورات اليمنية وأن تمثل فرصة لتحقيق السلام في اليمن وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن قبل ساعات من انطلاق المشاورات وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني ابتداء من صباح اليوم استجابة لدعوة أمين عام مجلس التعاون الخليجي نائي في الحجرف بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض وقال الناطق باسم التحالف العميد ترك المالك قال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان لصنع السلام وإنهاء الأزمة وأكد العميد المالكي ثبات موقف قيادة القوات المشتركة الداعم للحكومة اليمنية الشرعية في موقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية والوقوف الدائم مع الشعب اليمني في تحقيق تطلعاته وبناء دولته وأمنه ورخائه رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس بإعلان التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين وقف العمليات العسكرية مؤقتا في اليمن وقال المتحدث الرسمي استيفان دوغرايغ في بيان له بأن الإعلان يتوافق مع دعواتنا المستمرة والجماعية لوقف القتال في اليمن وأوضح دوغرايغ أن الأمم المتحدة ستبحث مع جميع الأطراف البناء على هذه التطورات الإيجابية والتي تتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك وعبر دوغرايغ عن أمله في أن يصنع هذا التطور زخما لإنهاء العنف كلية ودفع عملية السلام في اليمن قدما والتخفيف من معاناة اليمنيين من جهتها استغلت ميليشيا إيران الحوثية إعلان التحالف بوقف العمليات في الداخل اليمني ودفعت بتعزيزات إلى جبهة مارب وقالت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت خلال الساعات الماضية من كسر هجوم لميليشيا الحوثي جنوب مارب وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح وقالت المصادر إن معارك عنيفة جرت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثية في المنطقة الصحراوية المفتوحة إلى الجنوب من جبل البلق الشرقي إذا هجوم شنته الميليشيا في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها الأسبوع الماضي وكان التحالف العربي أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني بهدف تهيئة الأجواء للمشاورات اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون ونقل مراسل وكالة روير ترز في اليمن محمد الغبار عن مصادر عسكرية قوله إن ميليشيا الحوثي استبقت إعلان التحالف ووقف العمليات ودفعت بأعداد كبيرة من الآليات والمدرعات إلى الخطوط الأمامية في جباهات مارب حيث اشتدت المواجهات منذ مغرب الأمس أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري بأن ميليشيا الحوثي اختطفت المناظر محمد قحطان نتيجة إخلاصه وصدقه وحبه لليمن وما يحمل من مشروع وطني جامع لكل اليمنيين وأوضح الصراري في تصريح للإصلاح نت بأن المناظر قحطان كان ضد العنف ومبشرا بالسلم الأهلي والوطني وداعية إلى التعايش والتفاعل والعمل المشترك ونبدل انقسامات وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني إن اليمنيين وجدوا في صوت قحطان قدرا كبيرا من المسؤولية والصدق وحول تقييمه لموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء قضية قحطان والمختطفين أكد الصراري أنهم خذلوا قحطان ورفاقه وأصدقاءه ومن يحرصون على الحوار كما خذلوا القرار الأممي الذي اتخذه مجلس الأمن وألزم الحوثيين بالإفراج عن قحطان والمعتقلين السياسيين كافة وأعرب عن أسفه لعدم تقدير الأمم المتحدة ومن خلال مبعوثها وما تمارسه من اتصالات وتنقلات للإفراج عن المناظر قحطان عرف الأستاذ محمد قحطان طوال تاريخه النضالي بمواقفه الوطنية الراسخة وإصراره على إشاعة قيم الحرية والكرامة الإنسانية والشراكة السياسية بعيدا عن جحيم الاحتراب والقطيعة وهي ذات القيم النبيلة التي جعلت منه عدوا في نظر ميليشيا الحوثي والتي تنتهج العنف والإرهاب أهدم الجدران لتعانق الحرية رائدها قحطان ذلك مطلب اليمنيين الذي ضجت به اليوم كلماتهم ومنشوراتهم وتغريداتهم وجميعها ترجمة حية لنبض قلوبهم فاليمنيون الذين يدركون جيدا الفارق بين غربان الشؤم وحمامات السلام اختاروا مكانهم الصحيح على خارطة حقوق الإنسان بجوار قحطان ليكون في مقدمة المتضامنين مع المختطف خلف الجدران المختطفون داخل جغرافيا سيطرة ميليشيا إيران وما بين جغرافيا وطن مختطفة وعملاق وطني تضعف الميليشيا جريمة اختطافه بتغييب قسري لا تنفذ من جدرانه معلومة ما بين الاثنين تكتمل المأساة فيتكامل أداء المظلومين حيث الأداء الجمعي للمجتمع حملة مشتعلة على امتداد جغرافيا الحقيقة والواقع الافتراضي حملة إلكترونية يبحث المشاركون فيها عن بقايا إنسانية لدى منتهكي حقوق الإنسان جاعلين من قحطان معيارا لاختبار ادعاءاتهم عن السلام لتغض المسافة الفاصلة بين الادعاء والحقيقة كاملة في تمكين قحطان وبقية المختطفين من حقوقهم المشاركون في الحملة المطالبة بكشف الحقيقة المتعلقة بقحطان وتمكينه من حريته كأبسط حق للإنسان تفجرت كلماتهم غضبا لا من الإجرام الميليشاوي فحسب بل معه وبعده من التعاطي الأممي والحكومي مع ملف المختطفين عموما وقضية قحطان على وجه الخصوص فإبقاء الرجل الأشهر من نار على علم طي المجهور لسنوات رغم امتلاك كثير من أوراق الضغط والملفات يدفع اليمنيين لما هو أبعد من طرح التساؤلات فالتساؤلات التي لم تجد جوابا خلال سنوات يبقى جوابها الحقيقي تمكين قحطان من حقوق الإنسان متمنين لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحماته ومغذراته أقام الاتحاد الطلابي في كلية صرح مارب للعلوم الصحية والتطبيقية بالتعاون مع مؤسسة وطن التنموية فعالية طلابية عن خطر الفكر الحوثي الميليشاوي وكيفية مواجهته والتحصن منه وصلطت الفعالية الضوء على خطر الفكر الحوثي الذي تتعمد الميليشيا بثة لقنواتها الفضائية عبر مسلسلات تم إنتاجها في إيران بالإضافة إلى المحاضرات والندوات التي يتم تسجيلها وبثها مشحونة بالطائفية والسلالية والتقديس وناقشت الفعالية كيفية تعزيز الوعي لدى المواطنين وخصوصا المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا إيران الحوثية والأساليب التي تواجه الحملات الممنهجة لإفساد أفكار المجتمع وتطبيقه وفي نهاية الفعالية تم بيع طبق خيري وجمع عائده المالي للمساهمة في إسناد قوات الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في مواقع الشرف والبطولة قد قمنا بهذه الفعالية انطلاقا من إيماننا بأن الحرب الفكرية والنفسية هي من قواعد النصر في الحروب وكذلك انطلاقا من واقبنا كشباب واعي ومثقف وله دوره في مواجهة الفكر الحوثي وفضح الزيف الذي يقوم به في حرب الفكرية وتعتبر هذه الفعالية التي قمنا بها كوننا اتحاد طلاب كلية صرف مارب هي أقل ما يمكن تقدمه في معاركتنا المقدسة ومساندة أبطاننا في الميادين والفغور نحن كل يصرح مارب عملنا هذا الطبق الخيري إيمانا منا ودعما منا لمساندة الجيش الوطني الذين في الجبهات وأن يصل هذا دعمنا لرفع همتهم في الجبهات وأن تكون همتهم قوية بإذن الله تعالى وينصرهم الله عز وجل على أعدائهم عدت الفكر الحوثي خانجرم في وسط المجتمع إن لم يتم اشتثاثه فسيعمل اختلال بالمجتمع وليس بالتاريخ اليمني فقط بل بالتاريخ الوطني والإسلامي والعربي بشكل عام ولأننا شباب فيقف هنا دورنا بالتوعية ضد هذا الفكر وختاما أقول لله ثم للتاريخ لا بقاء لميليشي الحوثي إلا في عقول ضعفاء النفوس ومهزوزية الإرادة وفاقدية الهوية الوطنية خلال سبع سنوات مضت قاوم اليمنيون مشروع الكهنوت الانقلابي على ضغم من الانتهاكات الحوثية المتواصلة والتي كانت ولا تزال مصرة على تدمير اليمن نتابع مرت سبع سنوات عقاف تقرع فيها اليمنيون ويلة الانقلاب الحوثي حرب وحصار ودمار لكن هذا لم يوقف بالعزيمة اليمنيين في مقاومة هذا الانقلاب الانقلاب الحوثي الذي سيطر على مؤسسات الدولة ودمر كل جميل فيها ناهيك عن الإحصائيات الهائلة التي وصلت به إلى الإرهاب وأوصافه في ظل تقاعص الأمم المتحدة في إيقاف ذلك الإقرام الحوثي بحق الشعب اليمني سبع سنوات من الحرب عانى فيها الشعب اليمني الأمرين نتيجة الانقلاب الذي قامت به حركة الماليشيا الحوثية التي صنفت مؤخرا كحركة إرهابية عنصرية من أكثر منها المجتمع الأمم المتحدة المجتمع المجلس الأمن الاتحاد الأوروبي الجامعة العربية وزراء الداخلية العرب بالنسبة لإطالة الحرب فقد أثرت على المواطن اليمني بشكل عام والمرأة بشكل خاص الحرب أثرت عوالي القوانب الاجتماعية مزقت النسيق الاجتماعي للمواطن في اليمن الحرب أيضا أثقلت كاهل المواطن اقتصاديا نفسيا أيضا أصبح المواطنون الكثير نلاحظ الكثير من المواطنين كثرت حالة الانتحارات حالة الاغتصابات والتي هي نتاج عن سلوكيات نفسية لم تكن موجودة قبل الحرب وتزايدت بشكل كبير ولتعز المدينة المحاصرة والتي لا زالت صامدة رغم كل المحاولات الفاشلة لتلك الميليشيات الانقلابية في تركعها والضغط عليها ورغم المعاناة الإنسانية فيها للأسف الشديد منذ سبع سنوات من الحرب الظالمة على الوطن بشكل عام وعلى تعز بشكل خاص لا زالت تعز تعاني كل المرارة نتيجة هذا الحرب ونتيجة الحصار الشديد الذي لم تشهد أي مدينة في العالم هذا الحصار المطبق منذ سبع سنوات في ظل هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه تعز ويعيشه أبنائها تظل الأمم المتحدة ويظل العالم أجمع ينظر إلى أبناء تعز بعين ناقصة وكأن تعز غير محاصرة وكأن تعز لا تموت يوميا صمود وتضحيات تسطر في الجبهات والمتارس فالسنوات التي مضت ليست بالقليلة مع الإحصائيات الكثيفة للشهداء والقرحة وتلك الانتهاكات التي مارسها الحوثي بحق الشعب اليمني أحمد مخيبر قناة سهيل تعز اطلع وكيل وادي حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء سامح بريش الكثير على وثيقة مصفوفة المكونات السياسية والمجتمعية بوادي حضر موت وأشاد الوكيل الكثيري بدور المكونات والأحزاب السياسية في وادي حضر موت وتقديمها لمصلحة حضر موت وحقوقها عن أي مصلحة شخصية وجلوسهم مع بعضهم البعض ومناقشة قضايا وهموم المحافظة والحقوق التي سلبت منها وأكد على ضرورة حماية حضر موت من أي عادات دخيلة أو ظواهرة تسيء للمجتمع وأوضح أن السلطة في أن يعبر أي مكون عن آرائه وأفكاره بكل حرية ما لم يحمل السلاح نقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الربو هشلى مع فريق من مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية عددا من القضايا الخاصة بتنفيذ مشروع حفر أربعة آبار مياه جديدة وستنفذ هذه الآبار في منطقة الشبكة شرق عتق مع مضخاتها وتشغيلها بالطاقة الشمسية ومد شبكة مياه منها إلى خزان الإسالة المغذي لمدينة عتق مركز المحافظة بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة وبتكلفة تبلغ نحو مليون دولار وأشاد أمين عام محل المحافظة بالدعم المميز والنوعي الذي تقدمه دولة الكويت لبلادنا منذ القدم وأشار إلى أهمية وحيوية هذا المشروع الجديد والذي سيساهم في زيادة إنتاجية المياه المغذية لمركز المحافظة وتخفيف حجم المعاناة التي يعاني منها سكانها فيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم من المياه ثمن مدير عام مكتب الزراعة والريب محافظة المهراء المهندس سعيد علي القميري الجهود التي تبذلها السلطة المحلية من خلال دعمها وتمويلها لمشاريع حماية الأراضي الزراعية والمباني السكنية من أضرار السيول جاء ذلك خلال اطلاعه على مواقع مشاريع الدفاعات المنجزة في العام 2021-2022 في مديرية الغيظة ويعتبر مشروع الدفاعات المنفذ في مديرية الغيظة من أهم المشاريع الخدمية التي تم وتمويلها من السلطة المحلية بهدف حماية الأراضي الزراعية والمباني السكنية من أضرار السيول نظمت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية يوم أمس ندوة علمية حول أحكام العمولات الرقمية والاستثمار عبر الشركات المعلن عنها في الإنترنت وناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الأكاديميين وأساتذة الفقه والمهتمين ناقشت تسعة نحاور تناولت التعريف بالعمولات الرقمية والاستثمار والتسويق الشبكي وموقف الشريعة الإسلامية منه وخلصت الندوة إلى دعوة البنك المركزي لدراسة العمولات الرقمية وتبعاتها على البلد وإصدار العمولات الملائمة للبلد ومصالحه مع الاستناد إلى آراء خبراء الاقتصاد وأهل الفقه كما أوصت الندوة السلطة المحلية والدولة بالنظر للتسويق الشبكي ونشاطاته وشركاته وأثاره الضارة على المجتمع والاقتصاد وتنبيه الناس لتوخي الحذر في التعامل مع الشركات الاستثمارية والرجوع لأهل الفتوى قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يوم أمس إنه يحتاج لسبعمائة وخمسة وستين مليون دولار للحفاظ على المستويات الحالية للمساعدات في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة وأوضح برنامج الغذاء العالمي في حسابه على تويتر بأن ثلاثة عشر مليون شخص من أصل ثلاثين مليون يمني يعتمدون على المساعدات التي يقدمها البرنامج وكانت الأمم المتحدة أعلنت في السادس عشر من مارس الجاري تلقيها تعاهدات مالية من ستة وثلاثين جهة منحة بقيمة مليار وثلاثمائة مليون مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض والحجرة يؤكد بأن الحل وفق المرجعيات والسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن علي الصراري يؤكد بأن مليشيا الحوثي اختطفت المناظر قحطان بسبب حمله للمشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين في ختم النشرة لكم مني أطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة